السلام عليكم يا شباب ازايكم? عامليني النهاردة بازن الله حلقة جديدة من محاكم ودير الفندق. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلى عن نبي محمد. عليها افضل الصلاة والسلام. وتنزل حالا تحط لي بقى اللايك الجميل بتاعك. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات. واشترك في القناة لو انت مش مشترك وفعل زرور الجرس. ويلا بينا. طبا جماعة زي ما انتم شايفين جاي النهاردة ومعي حوالي خمستاشر الف دولار جمعتهم طبعا في الكواليس. فالله بينا نتوكل على الله ونشوف هنعمل بهم ايه. اول حاجة بفكر عاملها ان انا اصرف جزء من الفلوس على التطورات. فتعالوا بقى نروح للكمبيوتر بتاعنا ونروح على التطورات. وطبعا النهاردة ان شاء الله عايزين نركز بقى شوية مع الفندق. لانه بقى لي كتير قوي. ما فتحتش قوة جديدة. طبعا السوبر ماركت مش هنتطوره النهاردة. المغزن ممكن نطوره تطويره بتلتمائة وخمسين دولار. ونتنقل على التطوير اللي بعد كده الخزان بتاعي البنزين بستمائة دولار. نطوره. عشان طبعا محتاجينه جدا جدا جدا. لان احنا طورنا المحطة كلها. ونتنقل على التطوير اللي بعد كده الفندق. هنشتري الاوضة الخمسة اتوقع بخمسمائة دولار. نشتريها على طول. والاوضة اللي بعد كده برضو بخمسمائة دولار. نشتريها مفيش مشكلة. وكده كفاية قوي قطين. وطبعا مكان الاستراحة بتاع الاوتوبيسات. نشتريه. مفيش مشكلة ب الف و خمسمائة دولار. طبعا ده مهم جدا علشان الزبان اللي جاية بالاوتوبيس بتقف الاستراحة دي. فبتعرف ان احنا عندنا مشروع كبير هنا يعني. المهم نتنقل على اللي بعده. محطة البنزين طورناها على الاخر. اللي بعده مكان الركنة اللي قصاد الفندق. ممكن نشتري ركنة بمية دولار. ونشتري اللي بعدها بمية وخمسين دولار. كيف هي قوي كده? نتنقل على اللي بعده. طورناها على الاخر خلاص. نتنقل على اللي بعده. قوضة الموظفين. بالفين دولار. عايزين طبعا نوسع قوضة الموظفين علشان نقجر اكتر موظف. احنا دلوقتي بنقدر نقجر تلات موظفين بس. فخلونا نشتري التوسعة دي بالفين دولار. واتوقع بقى كفاية صرف. لان احنا باقي معانا دلوقتي تسعة تلاف رمعمية تسعة وستين دولار. يا دو بيكفوا المستلزمات بتاع القطين اللي احنا فتحناهم جداد. طبعا في موظفة عندنا دلوقتي بتنظف القوض. وفي زبونة اتوقع دي مأجرة مني قوضة. هاتي المفتاح. شكرا ما فيش اي تابس ولا اي بقشيش ولا اي حاجة كده. بترمي المفتاح في وش كده عادي. بايب احنا بقى معانا دلوقتي مفتاح القوضة رقم ستة ومفتاح القوضة الرقم خمسة. تعالوا نتأكد كده نشوف الموظفة اللي بتنظف القوض. طبعا كل الموظفين عندي محتاجين الراتب بتاعهم. وانتقولي في الكومنتات فعل الدفع التلقائي اليومي. نفعلها عشان نرتاح بقى من كسة ان كل شوية الموظف يدخل الريح. وبعد كده نختار الشغلانة اللي هو هيعملها. وندفع لهم كمان الفلوس ولا كده كده الفلوس هتتدفع اوتوماتيك. تعالوا بقى نشوف القوضة اللي احنا فتحناها دي. طبعا الموظفة اللي اسمها لونة بتنظف القوض دلوقتي. لقى انجيز الله عايزين نبتدي شغل على طول في القوضة يعني. والقوضة التانية برضو تعالوا نشوف القوضة دي. حجم القوضة دي كبير شوية عن القوضة اللي احنا اشتريناها قبل كده. بصوا القوضة دي صغيرة. القوضة دي كبيرة. تعالوا بقى نروح بسرعة جدا للكمبيوتر بتاعنا علشان نطلب كل مستلزمات القوض دي. اول حاجة طبعا هنحتاج نطلبها الاضاءة. هنختار بقى المرة دي اضاءة تكون عالية جدا جدا جدا. زي دي مثلا البونس بتاحها سبعة ونص دولار. هنشتري منها اربعة. دي واحد اتنين تلاتة اربعة. وبعد كده عايزين بقى نشتري الدهانات اللي احنا نحطها في القوضة. اه اتوقع ان انا هختار السراميك ده الاول للحمام. هنشتري منه. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست كاراتين من السراميك لسود ده. وعايزين نعمل كل قوضة بشكل معين او بشكل مختلف يعني. ممكن نخلي قوضة مسلا بورقة الحقد ده. هنشتري منه ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة كفية او ستة ماشي. وعايزين نشتري بقى للقوضة التانية شكل برضو يكون مختلف. اتوقع نشتري ده. ده شكله حلو جدا على فكرة. انا نجربه. مفيش مشكلة. هنشتري منه تلات كاراتين ولا حاجة او اربعة كاراتين. تمام. وبعد كده الارضيات. عايزين نشتري باركيه للقوضة الكبيرة نختار اللي تحت ده. هتوقع يكون شكله حلو. هدي واحد اتنين تلاتة اربعة. والقوضة التانية محتاجين برضو نختار لها باركيه. هنختار نفس البركيه ده. هنزود منه مسلا كمان اربعة. وبالنسبة للسقف هنخليه باللون لا بيض. هتوقع ان انا هختار اللون ده او اللون ده. اللون البيش ده هيمشي مع كل الالوان اللي احنا اشتريناها. هنحط مسلا منه ستة كاراتين. نطلب ده على طول ولا ثواني كده بقى عايزين نجرب حاجة جديدة النهاردة. زي مسلا لوحات الاعلانات دي. هنختار الطويلة دي. هنشتري مسلا منها اتنين. ادي واحد اتنين. ونشتري بقى سلات زبالة علشان نحطها قصاد القوض. اتوقع دي شكلها حلو. البيضة دي. هنشتري منها مسلا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. ونشتري اتاني. طبعا انا عندي جزتين لاتنين حرمية عايزة اخلص منهم يعني. مع ان انا شايف ان الشرطة بقالها كتير او ما بيجيش هنا يعني. طيب نشتري مسلا برملين ونشتري كمان اتنين اسد. بالحاجة دي عملت كام الف و وحداشر دولار. طبعا هنوصلها بسرعة جدا في العربية اللي في النص دي. نجرب كده. لأ مش هينفع. نوصلها في العربية الكبيرة. كده خلاص طلبنا بتاعنا. وتعالوا نشوف كده لوحات الاعلانات فتحت معنا ولا لأ المفروض قال ان هي هتتفتحها عند النجمتين واحنا دلوقتي بقينا بالزبط نجمتين ونص لكل المشاريع اللي عندنا فاتفتح معنا الاعلانات. بيقول لي هنا ان انت لو حطيت الاعلانات دي هيجي لك دخل زيادة يعني. وبيقول لي لو انت اشتريت اعلان هتلاقيه عند المكان بتاع البريد ده اتوقع عند المدخل بتاع المحطة. طيب خلونا الاول نحط اعلان في عندنا اكتر من اعلان هنا. اليوتيوب عايزين يعلنوا عندنا والله. طب كويس ماشي مفيش مشكلة. بشتري الاعلان وبكسب منه فلوس كل يوم. نشتري الاعلان ده. تمام بخمسة وخمسين دولار. ونشتري كمان الاعلان مسلا ده اللي هو هو هايت ده. ولا نشتري ده. ده الدخل بتاعه يومي خمسة وتلاتين دولار. وده الدخل اليوم بتاعه تلاتة وستين دولار. ده اعلان لمعرض عربيات او حاجة زي كده. ايه رأيكم نشتري ده يا جماعة. طبعا الاعلانات او اللوحات دي هنلاقيها عند مدخل المحطة. باقي معنا دلوقتي سبعة تلاف خمسماتين واربعين دولار. والاوردر بتاعنا وصل الحمد الله بالسلامة. تعالوا بس نشوف ايه قصة الاعلانات دي ولا الاول? تعالوا نستلم بتاعنا لان احنا طلبين لوحتين هنحط عليهم اعلان. هاتلي كده الحاجة باشا بعد اذنك. دي اللوحتين اللي هيتحط عليهم الاعلان. ومعنا طبعا الاضاءة هتهالي بس الاول. دي اهم حاجة عندي علشان انور الاواض. اول حاجة معنا اللوحة دي. اللوحة دي هنحطها فين مسلا? هنحطها هنا عند مدخل المحطة. رأيكم اتوقع ان المكان ده منطقي جدا. واللوحة التانية جنبها على طول ماشي بالشكل ده مسلا. ومعنا طبعا الاضاءة. ثم هاني بس نشوف اللوحات بتاع الاعلانات. اتبعتت لي هنا. اتبعتت لي هنا فعلا. يعني المفروض هناخدها دلوقتي ونعلقها مسلا على اللوحات دي. وممكن نعلقها عن دماغها في الاوتوبيسات. اتوقع عن دماغها في الاوتوبيسات هيبقى احسن يعني. نروح ناخد بقية الحاجة من العربية. عايزين ناخد كمان النجفة دي. طيب ناخد ايه تاني? ناخد سلة زبالة. وبعد كده نتحرك على طول على القطين الجداد اللي احنا فتحناهم. لون انا نضفتهم طيب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نضفتهم على الاخرة. طيب نشغل الكشف. ونحط النجفة دي هنا مسلا. نحط كمان النجفة دي هنا. شكلها حلوة والله. ونحط كمان النجفة هنا في النص. اتوقع ان القطة دي هتحتاج نجفتين. مش نجفة واحدة. لان مسحتها اوسع يعني. طيب نشغل هنا الاضاءة كده. يعني ما نوريتش قوي. محتاجة كمان نجفة. ونشغل هنا كمان الاضاءة. وعلى طول نحط سلة الزبالة دي هنا مسلا عند القط بقى اللي متأجرة. عشان نخف شوية من الزبالة اللي الزباين بيرموها على الارض. احتمال ينضفوا يعني ويرموا في سلة الزبالة دي. طيب خلونا نروح نستلم بقية الارضر البرميلين دولة. هنحطهم هنا مسلا عشان نخلص مجسيتين اللي مرميين على الارض هنا. شكلهم وحش قوي بصراحة يعني. وبعدين دي هتعمل لنا مشكلة. الزبان ممكن تخاف تيجي اصلا هنا. طيب ناخد سلات الزبالة كلها. نحط واحدة هنا. عند القوضة دي واحدة هنا برضو. تمام. ونحط واحدة هنا. ونحط واحدة عند الباب ده. يا رب الزباين ترمي فيها بس. وطبعا البنزين عندنا قل لازم نطلب بنزين. تعالوا بقى نشوف الخزان بعد ما طورنا بيشيل كام لتر? تمنمية لتر. يعني هنطلب على طول دلوقتي مرة واحدة تمنمية لتر. بسبعمائة وتسعين دولار. وباقي معنا دلوقتي ستلاف سبعمائة تنين واربعين دولار. يا طرح الفلوس دي هتكفي للقطين اللي احنا فتحناهم. اتمنى ان هم هيكفوا ان شاء الله يعني. حلو بقى ناخد العربية النقالة دي. وبعد كده نحطها هنا قصاد العربية بتاعت البضاعة. ونبتدي ننزل بقى كل الحاجة دي عشان ننقلها مرة واحدة. طيب نقلت كل البضاعة. نسلم بقى العربية للراجل بتاعت ديليفري. تفضل لباشي العربية بتاعتك ههيت. هنقدر بقى نحرك العربية النقالة دي. هنقدر نحركها عادي بكل البضاعة اللي عليها. ونروح على طول على القطين ونبتدي بقى ندهنهم. عايزين نوزبط بقى القطين دولة على الاخر خالص. ونحط فيهم احسن حاجة. علشان نشوفها يجيبولنا كام في الاخر. معنا هنا البركيه. نفرشه على طول. ما فيش مشكلة هاتلي كمان كارتونة بركيه. تمام ومعنا هنا الرخام ده. ناخده معنا ونبتدي نفرش البركيه او نركبه يعني. مش نفرشه. بس انا هنا بفرشه. اول كارتونة خلصت معنا. تاني كارتونة. يا رب الالوان تمشي مع بعضها في الاخر يا رب. ونحط هنا كمان بركيه. والقضة التانية برضو هنفرش نفس نوع البركيه ده. كده الكارتونة دي خلاصة. ده المفروض بيتحط على الحيطان. نجرب كده. يعني شكله لحد ما كويس. مش وحش برضو. طيب نبتدي ناخد اللون الابيض اللي هيتحط في السقف. او لونه بيج بقى احنا اخترنا لون البيج. لونه حالو تسدوه. لايق مع الالوان دي. عايزين نعمل سقف الحمام كمان بنفس اللون. نعمله بقى كل مرة واحدة. ونعمل الجزء ده. كده خلاص خلصنا السقف هنا في القوضة دي. ندخل على القوضة اللي بعد كده نحط فيها نفس السقف ده بالزبط. لسه محتاجين كمان كارتونة للسقف. ايوة الكارتونة دي. طبعا هنكمل بها كمان الحمام. ايوة الله ينور. تمام. وندخل على الحمام. نكمله برضو. كده خلاص خلصنا السقف بتاع القوضة الكبيرة دي. عايزين بقى نكمل الحيطان. هتلي الكارتونة دي. هنكمل هنا. على الحيطة. نخش على الحيطة اللي بعدها. كارتونة ما كفتش. محتاجين كمان كارتونة معلق. كارتونة دي بتاعت الحمام. نسينا نختار السراميك بتاع ارضية الحمام للأسف. المهم آآ عايزين نحط سراميك للحمام. اي كله نوع اسود. ضي نور. مية. هتلي بقى كده بعد اذنك. نزلي بقى كل البضاعة دي. هتلي كده الباركيه. نكمل بي القوضة دي. احنا ممكن نحط في الحمام بركيه عادي يعني. هو في الطبيع مش عادي. بس هنا ممكن يركب عادي. وهده سراميك ولا بركيه? انا شايفه سراميك ده بيلمع يا جماعة. نحط بس البركيه ده هنا. ونحط بركيه هنا كمان. ونحط كمان بركيه هنا. وهتلي الرخام ده. هنكمل بي القوضة. والله طلعت الالوان لايقى مع بعضها. تصدقوا. لسه محتاجين كمان كارتونة. معنا الكارتونة دي. دي هتتحط في الحمام. محتاجين كمان كارتونة. احنا شارعين من كل كارتونة اتوقع ستة يعني. فاكيد هيكف. نكمل هنا. تمام? ونكمل هنا سراميك لا ينور ونكمل هنا سراميك. كده خلصنا الحمام ده. ندخل على طول على الحمام اللي بعده. نحط برضو هنا سراميك. وهنا برضو سراميك. ونكمل هنا لا ينور. ونكمل هنا وهتلي الجزء ده. ونحط برضو هنا سراميك لونه اسود. كده خلصنا الحمام ده. نعمل الاجزاء الصغيرة دي. وعايزين دلوقتي ورق الحائط يتحط في القوضة دي بس الأول عايزين نخلص القوضة التانية الصغيرة نكمل هنا بقى كده ونكمل الجزء ده كله خلصنا دهان القطين بسرعة قوي ما شاء الله القوضة بصراحة طلعت تحفة في الآخر ما شاء الله يعني نكمل بقى ورق الحائط هناخد الكاراتين دي كلها نفردها على الحيطة هنا يارب يطلع شكلها حالي شغالة مش وحشة برضا هادينا بنجرب كل الألوان اللي موجودة عندنا على الكمبيوتر يعني في زبونة وقفة عندي في المكتب على فكرة عايزة تسلم القوضة ممكن نحط بس ورق الحائط وبعد كده نروح نكلمها على طول والله يطلع شكلها حلوة تسدوه شكلها عجبني جدا القوضة دي طيب كده خلص خلصنا دهان القطين أتوقع فاضل بس سراميك للأرضية بتاعت الحمام عايزين نختار سراميك كل لونه أبيض تعالوا نروح نشوف بس الأول الزبونة اللي وقفة هنا عايزة تسيب القوضة تفضلي تمام وتعالوا بقى ناكل أي حاجة وطبعا انتو كنتوا اقترحتوا عليها في الكومنتات اننا حط الرف بتاع الجرائد هنا وسط السوبر ماركت ومن عندي بقى حطيت الرف بتاع الشيبسي ده هنا بس حاس انه ما اتبعش منه حاجة او ممكن يكون اتبع منه حاجة دينا هنشوف وطبعا انتو اقترحتوا عليها في الكومنتات اننا اخد التلاجات دي اوزحها عندي في المحطة طب ما انا ممكن اشتري غيرهم عادي يعني انا هسيب دولة هنا زي ما هم وهبقى اشتري غيرهم ما فيش مشكلة المهم انا عايز اكل بس كيش شيبسي لاننا نطاقة رايحة خالص وتعالوا بقى نسحب الفلوس اللي هنا في السوبر ماركت 1122 دولار ونسحب الفلوس اللي في البنزينة 990 الله ينور 376 211 ونسحب الفلوس اللي موجودة في الكبان دي 119 125 53 الله ينور 11 ونص بقى معنا دلوقتي 9863 دولار تعالوا بقى بسرعة جدا نروح للكمبيوتر علشان نطلب السيراميك اللي هيتحط في الحمام رأيكم نجرب حاجة جديدة زي ده مسلا هنشتري منه مسلا اربع كاراتين ونوصلهم طبعا بسرعة وعلم بتاعنا ييجي تعالوا بقى نحط الاعلانات المفروض ان انا هاخد اللوحة دي واخد كمان اللوحة بتاعت اليوتيوب هنحط مسلا الاعلان ده هنا طبعا المفروض ان الاعلانات دي دخل لنا برضو يا جماعة اعلان اليوتيوب ده هنحطه فين نخليه هنا ولا نخليه عند مدخل المحطة نخليه عند مدخل المحطة وعايزين نشتري كمان كم اعلان طبعا رواتب الموظفين اتخصمت مني تلقائي دلوقتي يعني تعالوا نروح على خانة الاعلانات ونشتري كمان اعلان ايه ده ده انا من غير ما هحط الاعلانات اصلا جالي ارباح تمانية وتسعين دولار يعني انا اصلا مش محتاج ان انا نحط الاعلانات على لو حبت عيدها نشتري الاعلان ده بخمسة وسبعين دولار ودخلنا اليومي اربعين دولار. ماشي نشتريه? ونشتري كمان مسلا كده. خمسة وخمسة دخلنا اليومي خمسة وعشرين? لا. عايزين حاجة يكون داخلها اعلى شوية. زي مسلا الاعلان ده بمية وعشرة دولار. ونشتري كمان اعلان. فيه اعلان لمطعم هنا اسمه وبيرينس بورجر. هاiendينا تلاتين دولار في اليوم. هنشتري بخمسة وستين. كده اشترينا كمية اعلانات حلوة جدا جدا جدا. تعالي نوزها عندنا في المحطة برضو. هناخد اللوحات دي. ونبتدي نحطها مسلا هنا. لا الكبيرة دي هنحطها عند الموقف بتاع الباص. هنا كده. والاعلان ده ممكن نخليه هنا. نملاحز ان في ناس وقفة كتير يعني. تعالوا بقى نروح. نستلم بتاعنا. الحمد لله وصل بالسلامة يعني. تفضل لسعدة الباشا. المفروض ان احنا اشترينا سراميك لارضية الحمام. تفضل لباشا العربية بتاعتك. متشكرين لخدمتك. كنا محتاجين نشتري كمان نجفة. هنشتريها مع العفش عادي عادي عادي. اخترنا السراميك ده للحمام لايق جدا مع اللون ده ما شاء الله. كنا ممكن نشتري كمان مع السراميك ده البيبان عشان نخلص منها. يلا مش مهم. كل اصلا الارضلات اللي انا هطلبها النهاردة هوصلها بسرعة. ونحط هنا سراميك. كده خلصنا الحمام. فاضل بس الجزء صغير جدا في الحيطة ما تحطش فيه وراء حائط. هنحط هنا وراء حائط. بصوا القوضة دي. شكلها جامد جدا. محتاجة بس نجفة. طيب في زبونة عندنا في المكتب. هي هتسيب القوضة برضو. واتوقع جماعة ان انا هيوظف حالا موظف كمان. علشان يهتم بتنظيف المفارش. تعالي الموظف مثلا سامي. ولا فريا. تعالي يا فريا. هسمها فريدة. دي انا كنت عايزة اوظفها اصلا المرة اللي فاتت. تفضلي يا فريدة. هتنظفلنا المفارش. طبعا في قوض عندنا اصلا فضية. في تلات قوض فيديو. كلهم محتاجة تغسلهم المفارش. وانا طبعا زهقت من الشغلان النادية يعني. فقلت الموظف واحدة تقوم بالمهمة دي. عندنا دلوقتي اربع موظفين. رايان ولونا وفريدة ومونا. لونا دي عايزة اختر عليها اسم برضو. ابقوا سموها لي تحت في الكومنتان. اسم قريب من اسم لونا يعني. طيب بما اننا موجودين على الكمبيوتر نطلب بقى الحاجات اللي احنا محتاجينها للقطين اللي احنا فتحناه. طبعا هنطلب اعلى سريرين. السرير ده مسلا البونس بتاعه ستة دولار او ممكن السرير ده. السرير ده هنشتري منه اتنين ونشتري من ده واحد. وبعد كده طبعا الملايات هنشتري ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. ونشتري بقى بطانية تكون مميزة. ممكن اشتري اللي على شكل نمري دي. هنشتري طبعا ستة. كيفية اوي. المخدات المخدات هنشتري اللي عليها ابو نص عالي برضو. هنشتري اللي لونها ابيض. البيبان هنشتري اغلى بيبان موجودة هنا. يا الباب ده يا الباب ده. البيبان اللي بتاحت دي حسنية بتاعة مغزن يعني. مش بتاع قوض. بصوا يا جماعة انا هختار الباب ده. دي واحد اتنين تلاتة اربعة محتاجين اربعة بس. وطبعا محتاجين نجفة ومحتاجين اتنين بنيو. هاتلي اتنين بنيو يكونوا عليين برضو. بصوا جماعنا اختار ده شكله حالو. وطبعا هنحتاج حوض مية هنختار ده. وطبعا فوط ممكن نختار المرة دي الفوط اللونة عحمر دي. كرتونة فيها تلاتة على فكرة. اه اشترينا اربعة كراتين. وبالنسبة للتوالت اه هنختار مسلا التوالت اللونة ابيض ده. ماشي البنص بتاع خمسة. واللي بعده البنص بتاع خمسة. هنختار اتنين بس. وورق الحمام هنجيب بقى مسلا خمس ستة كراتين ولا حاجة. عشان بنحتاجه لكل القوض اصلا. وعندك الدفاية هنختار مسلا الاتنين دولة. اي واحدة فيهم لان البنص بتاعهم ستة دولار. هنختار مسلا دي. هنحتاج اتنين بس عشان القوض. والستاير هنحتاج دي واحد اتنين تلاتة ست ستاير. هنختار مسلا الستارة دي للحمام. ونختار بقى اربع ستاير للقوض من برة. اتوقع يا جماعة ان انا ممكن اختار الستارة دي. الحمرة دي نجربها. هنشتري منها دي واحد اتنين تلاتة اربعة. وفي كراسي ممكن نشتريها برضو هتلي اعلى كرسي هنا ممكن نشتري كنا ببقى. نشتري مسلا دي دي لونها ازرق مش لقى مع السرير خالص. عايزين حاجة يكون لون هلاقي مع السرير. ام نشتري اتنين من دي شكلها حلوة قوي. في اباجورة هنا بتمين واربعين دولار. نشتري منها اتنين. تلاتة بقى. عشان نحط اتنين في القوضة الكبيرة واحدة في القوضة الصغيرة. طبعا في هنا عندنا بتاع التلفزيون اللي هو ده البونوس بتاع خمسة دولار. هنشتري منه اتنين. كفية قوي كده يا جماعة. الحاجات دي عملت خمسة تلاف دولار. هنوصلها طبعا في اكبر عربية. ونوصلها طبعا بسرعة. للأسف العربية مش هتكفي. طب انا عايز اقسمهم على جزئين طيب. بدل مرجع هحط الحاجة دي تاني. بص يا جماعة انا شلت كل اللي انا اخترته. للأسف يعني. لانه عربية حمولتها ما بتشيلش اكتر من كده. رايب نطلب ده. ونطلع بره نروح نستلم الفلوس من البنزينة على ما يوصل بالسلامة ان شاء الله. هاتلي الفلوس همعلم كده. ثلاثمانة عشرين دولار. ناخد الفلوس اللي هنا برضو. وفي عندنا فلوس هنا برضو. هاتهالي. هاتلي كل الفلوس دي. علشان نعوض الفلوس اللي احنا عملين نصرفها. والمفروض دلوقتي ان القوض التلاتة الفيديو جاهزين معنا. الموظفين نظفوهم نظفوهم. يعني ممكن نفتح القوتل على طول يا جماعة. طيب بتاعنا وصل واصل بالسلامة هو. للأسف هرجع حط كل الحاجات اللي انا حطيتها تاني. موية للصراحة. وطبعا لازم استلم الاول. مش هنفع اطلب على طول. والعربية بتاعت التوصيل موجودة هنا. بقول لكم ايه ما نخلص من الجسس دي. على ما المعلم يقف بالسلامة يعني. هاتلي بقى ده كله. بقى معلم كده الحاجة دي. لا سواني سواني. واحنا رجعنا تاني للعدد دي. انا مع السرير وهو هنا. طيب احنا اشترينا سريرين من السرير ده. طبعا السخان هيركب في المكان ده. ممكن نخلي السرير ده هنا. صدقوا كفية سرير واحد بس. تاني مش هنحتاجه. معنا هنا بطنية. معنا كمان المخدة. ومعنا كمان السرير ده. نخليه هنا دلوقتي مؤقت ونحط السرير تاني في القوضة دي. نروح بقى ناخد بتاعنا. سواني في زبان كتيرة وصلت يا جماعة عايزة اتأجر. فضلية ست البنات عايزة قوضة بسرير واحد. لا. عايزة قوضة بسرير واحد لمدة اتنشر ساعة. مش هنكسب كده منها اي حاجة على فكرة. طيب ناخد بقية البضاعة ونروح على طول على القوض بتاعتنا. نحط بطنيتين هنا. معنا كمان بطنية. لونها غامق اول بطنية دي على فكرة. في اي وقت ممكن نغير اي حاجة. نحط المخدة دي هنا. وهاتلي المخدة التانية كمان. نعدلها. معنا هنا بطنية. خلاص كده مش محتاجين يا جماعة. نفرش على السرير ده اي دي. طبعا نحط السرير ده في اي قوضة. مسلا في القوضة رقم واحد. سواني كده. هاتلي كده كل الحاجة دي. بتاع الارض. نستفاد من السرير يا جماعة. ما فيش مشكلة. بيع لي السرير ده كده. بخمسة وعشرين دولار بقية. ونروح ناخد السرير ده. اه هيعلي سعر القوضة شوية. نستفاد بيه. سواني بقى كده محتاجين نشيل الاتنين كومودينو. ونحط السرير. وهاتلي الاتنين كومودينو. جنبه على طول. الملايات. نفرشها. بطنية. وفي بطنية تانية نسيبها هنا عادي. وهاتلي المخدتين. هادي اول مخدة. وهادي تاني مخدة. وهاتلي البطنية دي. ونروح نكلم الزبونة اللي وقفة. عايزة قوضة بسرير واحد لمدة اربعة وعشرين ساعة. استني ثانية واحدة يا فندم. خضي القوضة رقم واحد. فضلي مئة وخمسين دولار. القوضة دي ما بتجيبش فلوسي اعتبر خالص. تعالي تفضلها ستة البنات. تعالي نورتينا. عايزة قوضة بسرير واحد لمدة ستة وتعاتين ساعة. فين الزبان اللي عايزة قوضة بسرير. الامل في الزبونة اللي قاعدة دي. ثواني. وانت ما حرمتش. انت مش شاف صحابك وهم بيتحللوا هنا. تعالي يا حبيبي ابلع. ابلعي ابلعي. لحد واقف لها هناك بالعربية مستنيها على ما تخلص سرقة. يعني انت ما حرمتيش. بص البراميل بتاعت زميلك موجودة هنا هي. تحلله خالص. طيب ناخد بالمرة. المخدات. ايه ده وانا اشتريت خمسمية الف مخدة. ايه الكمية دي? بجد والله اشتريت مخدات كتير قوي. طيب هاتلي كده كل المخدات دي. نحطها عندنا في المغزن. اهم حاجة نعايز الملايات. فين الملايات? هاتلي المخدة دي كمان وهاتلي المخدة دي. فاضل معنا بس الملايات. نشتريت كم ملاية. خمسمية الف ملاية. نشتريت كتير قوي. احنا ممكن نحط الحاجة دي هنا عادي. ونروح للقوضة. نستدعيها. هاتلي يا عم بقيت الملايات. وده معلم العربية بتاعتك كده. اتكل على الله. ناخد الملايات دي معنا. احنا كده كده اصلا راحل للقوضة. سوانا عايز اكل اي حاجة على فكرة. طاقت رايحة خالص. قتلي كشبسي. لازم انزل الملايات على الارض وبعد كده. ناخد بقى الملايات دي كلها. ونروح على طول على القوضة الجديدة. نحط ادي ملاية ودي التانية. ودي ملاية ودي التانية. يا عم انت يا في ايه? كل شو عايز تنم. طيب في زبون واقف عندي في المكتب. تعالوا نكلمها كده. سرير واحد لمدة اتنشر ساعة لا. بسم الله ما شاء الله في كزا زبون قاعدين مستنيني. تفضل باشا. عايز قوضة بسررين لمدة اتنين وسبعين ساعة. احلى قوضة باشا. احلى قوضة. اغلى قوضة هنا فين. رقم اربعة. تفضل معلم. خمس وماتة خمسين دولار. عندنا القوضة رقم اتنين بس اللي فضية. عايز قوضة بسررين. استنيني ثانية واحدة. فضالي. القوضة معك هيت. متين ساعة وسبعين دولار. وعلى طول بقى نافل القتل. معلش والله ما عادش في قوة فضية. اه دي عايزة تعمل تشيك قوت اصلا. الزبون اللي بعدها عايزة تعمل تشيك قوت برضه. لأ دي عايزة قوضة بسرر واحد. لأ للاسف ما عادش عندنا قوة فضية. خلونا بقى نكمل بقية بتاعنا. بعد كده عايزين نشتري. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. نختار بس العربية الكبيرة الاول. عشان بيزهر لي هنا العربية بتشيل قد ايه? على يمين فوق. طبعا انتم مش شايفينها دلوقتي. بعد كده محتاجين كمان نجفة. قتلي نجفة من دي. ومحتاجين كمان اتنين بانيو. ده اللي احنا اخترناه. ومحتاجين كمان حض مية اتنين. لسا العربية فضية. محتاجين كمان فوط. كرتنتين بس كفاية. محتاجين اتنين. والهيتر السخان هنختار مسلا ده. دي واحد اتنين. وعايزين كمان ستاير. احنا اخترنا اربع ستاير من دولة. دي واحد اتنين تلاتة اربعة. واخترنا كمان ستارتين من دولة. كراسي. كنا حطينا كنابتين. اللي هما دولة. وحطينا كمان عباجرات. دي واحد اتنين تلاتة اربعة. نطلب كده ده بسرعة الاول. تمام? في زبون هنا واقف عايز اوضة بسرين لمدة اتنين وسبعين ساعة. هنهي اوضة اللي فاضية. الاوضة رقم تلاتة. نظفوها اوه. طب كويس والله. بسرعة اوه كده. ما شاء الله خدي الاوضة دي بكمسمائة وستة دولار. معنا دلوقتي سبعة تلافة تسعمائة اربعة وستين دولار. الاوردر بتاعنا وصل او لا? وصل على طول هواد برضه. طيب تعالوا نشوف الاعلانات جابت لنا كام? احنا حطينا خمس اعلانات. متين سبعة خمسين دولار. نستلم الاوردر بين الاوردة. لسه طبعا معلم بيلف بالعربية بتاعته. لسه محتاجين حاجات كتير اوه يا جماعة على الاوض دي. اهم حاجة البيبانة. انا حاس ان السرير ده مش لايق مع الاوضة هنا والله. لونه رصاصي. انا كنا محتاجين سرير يكون لونه ابيض مسلا. السرير ده لحد ما لايق شوية. خلونا بس الاول نروح نستلم الاوردر بتاعنا. انا قد نقول لايق ومش لايق. اهم حاجة في الاخر يجيب فلوس. طيب ناخد البانيو ده وهتلي الببانة. كده اخدنا خمس حاجات. نروح بقى بسرعة نحطهم عندنا في الاوضة. اول حاجة البانيو هيركب هنا. والبانيو التاني هيركب برضو هنا. ومعنا باب هنا وباب هنا نركبه. ونروح نستلم باية الاوردر. جبت الباب اللي باقي والستاير. الباب اللي باقي ده هيركب في الاوضة دي. طبعا الستاير دي سطارة ايه? الحمام. هتركب هنا. هدي اول سطارة. ودي تاني سطارة. مفروض السطارة دي بتركب هنا. شكلها حلو دي. طيب معنا السطارة اللونها احمر برضو. دي هتركب هنا. ونروح نستلم باية الحاجة. جبت اللحواض واباجورة واحدة بس اتوقع. ده حوض المية شكله مختلف ومميز اوي. والتاني برضو هيركب في الاوضة دي. هنا. ومعنا السخان هيركب هنا. معنا السخان التاني برضو هيركب هنا. ومعنا الاباجورة دي. والله شكلها حلو. نحطها هنا. جبت كنابتين وكم اباجورة. هنحط مسلا الكنبة دي فين فين يا ابو حميد هنا مسلا. اتوقع هنا هتبقى كويسة. بس السخنة هيولع فيها كده. نخليها هنا ماشي. دي الفوت هنخليها برا معانا الاباجورة الجميلة دي. هنخليها هنا برضو في الزاوية. ومعانا كمان الاباجورة دي هنخليها هنا. مسلا يعني. وطبعا الكنبة دي هنخليها في المكان الواسع ده. لسه طبعا محتاجين نطلب تلفزيون وحاجات كتير جدا. وايه الهدوء اللي عندي هنا في المحطة ده. ما حاجة غريبة. فين الزباين? الزباين مشيت ولا ايه? معانا هنا التوالت. ومعانا كمان النجفة دي. وبكر المناديل هات لسه تار بس اهم حاجة عشان نخلص منها. ولسه فيه ابو جورة وبكر مناديل. هنركب قعدة الحمام دي هنا. ومعانا القعدة التانية هتركب هنا. ومعانا النجفة دي. قلنا هنركب واحدة هنا كمان. قطف لي بقى الاضاءة كده وشغلها. ايوة كده. طيب هنحط السطرة دي هنا. والسطرة التانية دي هتتحط هنا. ده القوة دي ممكن تعمل في اليوم خمسمائة ستمائة دولار ولا حاجة. فاضل معانا كم حاجة بسيطة جدا في العربية. بس الاول خلونا نطلب بنزين. بنزين عندنا خلص. هنطلب كمية حلوة بقى. سممائة اتن وخمسين دولار. وعلى طول نستلم بقية الحاجة دي. وتعالوا بقى نعمل الاخير اتوقع يعني. علشان نخلص بيه الاوض. احنا وقفنا عند هنختار مسلا طرابستين من دولار الشان التلفزيون. وقلنا هنحط مكتبين. المفروض المكاتب دي يكون قصادها كرسي على فكرة. نختار انهو كرسي بقى. هتوقع نختار مسلا الكرسي ده. الاسود ده. او ده. يا ده ده. نختار ده وخلاص يا جماعة. ماشي. وايه تاني ايه تاني. اه دوليب قلنا هنشتري دولابين. هنشتري دولابين من دولة. وطبعا الكومودينو. قلنا هنشتري من ده. مش لازم نشتري كتير. هنشتري اتنين بس. طبعا التكيفات. نشتري اتنين اتنين كباس والسجاجيد. اه ممكن نشتري اللي تحت دي. واحدة بس دي في الاوضة اللي هي اللونها اسود. واحدة من دي الاوضة اللي لونها بيج. الهولدر قلنا هنشتري اتنين من ده بتاع المناديل واتنين من ده علشان الفوط واتنين من ده علشان المعطر والمناديل برضو اتوقع سواني نجرب حاجة جديدة برضو بس هتر ده ممكن نحط سخان في الحمام كمان يا جماعة بما حلو الكلام ده قوي نختار مسلا للسخان ده وكتب لأ معطرات ماشي ومعنا كمان الساعات هنحط ساعتين ونحط مرايتين بس كده حلو او الوردر ده نوصله طبعا بسرعة تمام ونشوف الاعلانات لأ مجاليش فلوس جديدة طب ليه ده جاهز الاعلان ده جاهز ده جاهز ده جاهز واتوقع ان الاعلانين دولا خلاص كده مش جاهزين يعني هم تسرقوا ولا ايه لو حب تعتهم تسرقت اخيرا شفت النهار اخيرا انا ما عدتش بالعم هنا خالص في اللعبة والله طبعا ما جينا هنا بقى نسحب الفلوس تمام نسحب الفلوس اللي هنا فينور هاتلي الفلوس يا باشا وهاتلي الفلوس دي كمان وهاتلي الفلوس دي ومعنا هنا فلوس قديه في الكشير سبعمائة سبعة وسبعين دولار. وسهلا كده نشوف دي بتشيل قديه ست موظفين. يعني زاد معنا تلت اماكن لموظفين جود. طيب المهم تعالوا نستلم بتاعنا. كده خلاص ده اخر هنطلبه للقوة دي. تعالوا بالمرة نروح بقى على التطويرات عايزين نشتري كمان قوضة. بس ان شاء الله هبقى ازبطها الحلقة الجاية. هنشتري القوضة دي بسبعمائة دولار. ونشتري كمان القوضة دي بسبعمائة دولار. ونشتري دي كمان يلا ما فيش مشكلة. وفي القوضة دي كمان يا جماعة بسبعمائة دولار. والقوضة اللي بعد كده هتكون في الدور التاني. بس مش عارف هنبقى نطلع لها ازاي. ممكن يكون فيه سلم في ظهر المبنى ده كله يعني. طيب احنا كده اشترينا حد دلوقتي تلات قوض. نشتري دي كمان يا جماعة. ايه رأيكو? نشتريها ما فيش مشكلة بتسعمائة دولار. عشان كمان الموظفة تجهزها لي الحلقة الجاية. يلا بينا. طبعا التليفونات خلاص. المحاطة بنزين خلاص. نشتري كمان راكنا من دي. انا بس بخلص الفلوس اللي معايا. ونوسع كمان تلات تلات خمسمائة دولار. لأ مش دلوقتي. في عندنا دي يا جماعة لوحة اعلانات كبيرة جدا بالف دولار. اشتريناها على طول. بصوا مكتوب عليها الاحلام موتيل. وعندنا كمان هنخليه المرة الجاية. احنا بقى معنا كم دلوقتي? الفين ربعمية اربعة وخمسين دولار. حلو بقى نستلم بقية بتاعنا. عشان نخلص بقى القوة دي. هتقول لك يا جماعة ده في سلم قصاد القوضة هنا. لما كنت ممكن تخليه في ظهر القوضة هيكون شكله حالو. لكن قصاد القوض كده شكله مش لذيذ او الصراحة يعني. يمكن لما نفتح بقية القوضة كلها اللي في الدور التاني. ساعتها هيكون الشكل العام حالو. نطلع كده نبص على القوضة نشوف حجمها. نفس حجم القوضة اللي تحت بالزبط. يعني دلونة هتدفعها تشغل دلوقتي والله العزيز. قوض معفنا. طيب معنا هنا الكوينتر ده. ده المفروض هيتحط عليه التلفزيون مش شاف حاجة. ودي ساعة ساعة قديمة شوية. ممكن نخليها هنا. الساعة دي مهمة جدا لانه هتزود البونس بتاع القوضة. والساعة دي ممكن نخليها هنا. معنا ده ايه? ده الكوينتر. اتوقع سواني. نحط الكباس برا الاول. هينفع هنا? هينفع هنا. ومعنا ده ده المفروض الكومودينو. انا اعتبره كومودينو يعني. هنخليه هنا. تمام. نروح ناخد بقية الحاجة. جبت الرفوف. والسخان بتاع الحمام. الرف ده هتحط هنا في الحمام. الرف ده هتحط في الحمام التاني. القوض حرفين يا جماعة بتاخد وقت كبير قوي. والسخان ده بيشتعل ازاي? وده سخان غاز ده ولا ايه? ده رفي يا عم. اين اللي سخان ده? معقولة ده سخان. ما علينا. خش على الحمام التاني. حط برضو سخان هنا. وده المفروض مكتب. هنخلي مسلا المكتب ده هنا. اظن المكتب التاني مش هيجي في القوضة الصغيرة دي. نروح نكمل. ناخد بقية بتاعنا. معانا هنا يعتبر كومودينو برضو. هيتحط هنا مسلا. معانا هنا بقى دولاب. ها الدولاب ده ما مش عارف له مكان الصراحة يعني. بصوا انا عندي حل. قتلي كده بعد اذنك. يا نهار ازرق. انا تبسرت الدنيا. انا مش شايف ايه معي اصلا. نحط الحاجة دي كلها هنا وبعد كده نرصها. قتلي الدولاب ده كده؟ مفروض الدولاب ده هيتحط هنا مسلا. ومعانا يتاني هيتحط هنا اتوقع عايزة تعمل. فضلي. كده فاضل حاجات ببسيطة جدا يا على فكرة. كراسي بتاع المكتب هاتلي المراية بس الاول. وهاتلي الهولدر بتاع المناديل. وكراسي المكتب. كراسي المكتب في الصورة كان لونها بني. لما طلبتها لونها برتقاني. همشها في ازاي. يا في حاجات كتير جدا بطلبها هنا. بيكون شكلها في الكمبيوتر حاجة واول ما بشوفها بتبقى حاجة تانية خالص. على الحقيقة يعني. طيب نحط هنا المراية. ومعانا مراية كمان. وانا طلبت تلات مرايات. ده انا طلبت تلاتة يا جماعة. معانا الهولدر ده. ده الحامل بتاع المناديل. هنحطه هنا. ومعانا الهولدر التاني. هيتحط برضو. هنا. ومعانا كرسي المكتب. بصوا بقى لون الكرسي ده عامل ازاي? هو ده لونه بني. لقى تصدقوا لونه بني. بنبرى لونه برتقاني. كده فاضل حاجات بسيطة جدا يا جماعة. ونخلص. الكرسي ده. ومعانا. السجاجيد. والمكتب. والتكيفات. هتلي التكيفات الاول. المكتب هنحطه فين هنا في الاوضة دي. الاوضة دي صغيرة اصل. طيب معانا سجادة. كنت متوقع ان السجادة دي هتكون كبيرة جدا. طلع تبصوا عاملة ازاي? انا مش عارف حجمها من كده ليه? نحطها هنا. والسجادة دي. شوف حجمها عامل ازاي? ايه ده? السجاجيد دي هتتحط هنا يا جماعة. اصاد الباب. هينفع هنا اصاد الباب عند مدخل الاوضة. الواحدة الداخلية هتتحط طبعا هنا. والواحدة الداخلية التانية هتتحط برضو هنا. فاضل ايه تاني? فاضل الكرسي مكتب. تعال وتاني نروح للعربية. نستلم بقية الوردر. خدت للمكتب الكباس والكاراتين دي. انا وفت على كارتونة واحدة بس استنى عام ناخدها بالمرة. هي راحت فين الكارتونة. الكاراتين دي كلها تتحط هنا في المغزر. انا حس ان انا مفرش في سوق الجمعة والله. خدت معلم العربية بتاعتك. بيقول لي العربية لسه فيها حاجة. الحامل بتاع الفوض صحيح. خدت معلم العربية. خدنا الحامل. بقى المكتب ده. ومعنا الكباس. احنا ما طلبناش التلفزيونات يا جماعة. نسينا التلفزيون. طب المكتب ده هتحط فين? انا مش شاف حاجة حرفيا. نزلي عام الحاجة دي هنا. قدت للكباس. هيركب هنا. ومعنا المكتب ده ملوش مكان. ما علينا. قدت لي المكتب التاني. ده بتاع التلفزيون. بصوا يا جماعة هحط المكتب بتاع التلفزيون هنا. طبعا في تعدلات لسه في القوض. ان شاء الله هبقى اعملها في الكواليس. واشوف ايه اللي ناقص. واشوف ايه اللي زايد الملوش لازمة. نشيله. طيب اهم حاجة الحامل بتاع الفوض. لسه في حامل كمان. اه جوه هنا هو. هنحط الحامل ده هنا. ممكن نخليه هنا. ما المكان ده فاضي كله. ونروح على القوضة التانية. نحط برضو حامل هنا. بصوا انا شايف ان القوضة التانية دي شكلها احلى من القوضة دي. طبعا هستنى رأيكم تحت في الكومنتات. في شكل القوض بعد ما جهزت. كده فاضي التلفزيونين بس يتحطوا في القوض دي. تعالوا كده نحط المناديل. قتلي مثلا مناديل الحمرة دي. هتركب هنا. تمام هتركب هنا. طب وهنا بيتحط ايه برضه. في فوض طيب ايه معنا الفوض دي. هتتحط هنا على الحامل مية مية. طب وهنا بيركب حاجة. بيتحط هنا فوضة كمان. انا مش فاهم. دي بيتنشف الفوض يعني. مش سخان يعني ولا ايه. الله مش عارق. بصوا شكل القوضة بعد ما خلصت. شكلها تحفى الصراحة. هو بس فاضل ان احنا نغير السرير ده. يعني شكله حلو برضو. يعني الوان لحد ما مشي مع بعضها. بصراحة الالوان في الكمبيوتر شكل وعلى الحقيقة شكل تاني خالص. طيب بالنسبة للقوضة دي. بصراحة القوضة دي تحفة جدا جدا جدا. انا شايف هلاقيقة كلها مع بعضها الصراحة. وطبعا محتاجة كمان مناديل. قتلي المناديل الصفرة دي مسلا نجربها. وطبعا محتاجة كمان فوض. قتلي اغلى فوض. ايوة مسلا الفوطة دي. هنحط فوطة هنا. تعالوا بقى نشوف اسعار القوض دي كده بعد ما خلصناها بقت كم? سعرها مش عالي قوي تصدقوا. مئة اتنين وخمسين دولار. ده لسه المفروض كمان فيهش التكيفات. نسيناها دي خالص. في عندنا فيهش هنا هي. ناخد اتنين. ولسه كمان التلفزيون. يعني القوضة ممكن تبقى مسلا مئة وسبعين مئة وتمانين دولار بعد التلفزيون والتكيف. هنجرب دلوقتي نركب تكيف مسلا في القوضة دي. هتلي كده الفيشة بعد اذنك. الاول بس نحط كمان الفيشة دي هنا. وهتلي الفيشة دي تركبها هنا. مفروض دلوقتي ان نسعر القوضة بقى عالي يعني. حالا نشوف كده. القوضة رقم ستة بمئة تمانية وخمسين دولار. بعد التكيف طبعا. القوضة دي اعتبر جاهزة ممكن تتأجر عادي. والقوضة رقم خمسة بمئة ستة وتلاتين دولار. طبعا القوضين دولار محتاجين نتأجره بس ان شاء الله نأجرهم الحلقة الجاية. وزي ما انتم شايفين اشترينا كمان قوضة في الدوري التاني هتبقى توحفدين ان شاء الله يعني. طبعا لسه في قوضة كتير جدا هتتفتح. ولسه اصلا عندنا كام قوضة عايزين يخلصوا. بصوا القوضة عاملة ازاي? الموظفة يعيني تعبت. تعبت جدا من تنضفهم والله. بل ان ننزي بالا على الاخرها. القوضة رقم عشرة دي. واتضفتها على الاخرة. بصوا حجم القوضة عاملة ازاي? ده تشيل يجي بتاع عشر اشخاص ولا حاجة يعني. المهم دي كانت نهاية حلقة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها. واشوفكم على خير في حلقة جديدة بازن الله. سلام